الله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد وكفا وسلام على بدي الذين اصطفى لا سيئة من نبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابة أكرم وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع السنة وما زلنا مع كتاب الطلاق نريد أن ننتهي منه النسائي على مشارف الانتهاء إخوتي الكرام هذا هو العلم ورب العز هذا هو العلم وهذا هو طريق العلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسناتي معاذ حياك الله وضياك كم نحبك في الله ستأتيك المحاضرة التي تريدها والكلام على أصناف المجتهدين ومراتب الاجتهاد وتخريج المسألة بين غلو وجفو ونبين الذين عطلوا الأمر كليا على المتأخرين والذين أيضا توغلوا فجعلوا كل إنسان مجتهد برأسه كلاهما على الضلال يعني كلاهما على خطأ مش ضلال عشان ما يعني كلمات تكون كلمات فقهية أو شرعية أرجو الإخوة تفهمها جيدا يعني أقصد كلاهما على خطأ وسأبين ذلك إن شاء الله أبشر طيب معاذ إذن احجز لنا مكانا عندك في طنجة ولا فين احجز لنا مكانا عندك لكنني سأدخل الجزائر أولا ثم مع ذلك أعرج عليكم وأتشرف وأمتل أشرفا بهذا الحمد لله أنا نيس أحسن الله عليكم جزاكم الله كل خير صراحة أنا سأقول شيئا أعجبني أو أزهلني قبل أن أدخل فجئت بأنه بعثوري بشارة بالتفتيب الثاني للمهذب بعد جمع كثير مما ضاع لكن دموعي نزلت بشيء هي دموع فرح كما يقولون دموعي نزلت أولا عندما قرأت تعليقا جاء يعني سأغلق الصفحة فوجدت تعليقا لأستاذ فاضل أخ اسمه نادر نادر أحمد أزهاري هو فكتب تعليق أنا استغربته جدا قال عجيب إزاي شيء محمد يشرح كتاب زي دا وهو أصلا بينكر المذاهب هو يتبع الدليل هو كتب لا يتبع الدليل هو يقصد يتبع الدليل يتبع الدليل وينكر المذاهب فكيف ينشغل بكتاب زي المهذب وده كتاب شفعي وبيشرح طبعا رد عليه طبعا كلام دا خطأ بي بس هو أنا ليش دموعي كادت تنزل الأخوان فاضلان ودعوت الله أن يكسر من أمثالهما في الأمة الأمة ترتقي فرد عليه آخر فاضل شيخ اسمه رشوان رشوان مؤدب مهذب جدا فقال له يا أستاذ نادر كيف تقول ذلك أنت كأنك لا تعرفه هو شفعي المذهب المهم يتكلم بكلام على ما يعرفه ناس الله يتعرف على أن يأجروا خيرا على ما كتب أنا ما أزهل أنه رد ورد في حقي قال لا دا شفعي المذهب وهو أصلا يعني ينكر ما بينكرش المذهب وينكر على المتعصبين المذهب اتخذوا المذهب آليها طبعا ما دا إنكاري وكلكم تعلمون ذلك وقال له عندما يستفتأ بيصادر بب بكلام الشفعي ثم يأتي بكلام الآخرين ويرجح على حسب الدليل أنا ما أنا أعجبني كلام فضيلة الأستاذ رشوان الله مكسر منه في الأمة الله مكسر منه في الأمة المنصفون في قلة ككبريت أنا لما وقعت ذلك أنا لما قرأت التعليقين أعضت على يدي وقلت هؤلاء يقبل أيديهم أول واحد المنكر يقبل يده لأنه كتب للأستاذ المراجع أستاذ رشوان قال له قال له ما كنت أعلم ذلك وعلى إسر ذلك أعتذر على ما قلت ما هذا ما هذا الأدب ما هذه الديانة ما هذا الإنصاف شوف نادي التكلم ما كان عنده علمي بالأمر تكلم وأخطأ في ذلك أخطأ كثيرا في هذا الباب طيب لغا نشوف شوف لما قال ما كنت أعلم فإن علمت على إسر ذلك أعتذر عن ما قلت أخونا يا رشوان بالأدب وبالأدب وبالعلم بيّن له المسألة فقابل منهم ما في هؤلاء أندر من الكبيرة الأحمر فهما فاضلان فاضلان الأمة تحتاج لأمثالهما هما فاضلان سواء بقى اتفقوا معي اختلفوا معي اتفقنا في المذهبية ما اتفقناش لكن هؤلاء هؤلاء هم رأس الأمة يجعلوني يعني يعني أفتخر بأمثالهما وأيضا ينشرح صدري على يقين التام بقول أن الله يغرس لهذه الأمة غرسا يستعملهم لعبادته الإنصف عزيز ولما يظهر من أحد تعلم أن الله على استفاه يعني هذا هذا منطقة من بوتقة ما يعلم بها من بحر ظلمات ما يعلم بها إلا الله جالي في علاق قمة مذهبية مقيتة تضيع السنة وتهدم التوحيد والعقيدة وإما انسلاخ تام وضرب المذاهب عرض الحائط والهجوم عليها وأيضا التنقص من آئماتها لذلك أننا يعني كما قلنا في يوم الاتنين سيكون الكلام على شروط المشتهد نبين بين غروق ونجف وأيضا الكلام على أصول الملكية قد انتهت والله الحمد والمنا أسأل الله أن تكون خدمة لإخواننا المغاربة يعني المغاربة دي أقصد بها شمال شمال إفريقيا بأسرة يعني الجزائر والجزائر هي أكبر دولة موجودة في شمال إفريقيا الجزائر والمغرب وتونس وأيضا ليبيا فكان هذا عندي خدمة لإخوتي هناك وفعلت ذلك لا تخشيني يا طار سأكونه كذلك البداية بالجزائر الغرض المقصود أنني أقول انتهت أصول الملكية سأبدأ أصول الشفعية أنا ده مذهبي وهذا حق مذهبي علي أن أفعل ذلك لكني لما سمعت ويعني اضطربت وتزلزلت وانفجرت أن هناك من ينتقص من أبي حنيفة ويطعم في أبي حنيفة ألا فإن الله قد يغضب على الأمة بأسرها إن فعلت ذلك وطعنت في سابقيها يا أخي شوف الله جعال لما مدح من جاءوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون لنا الإخوانين الذين سبقونا بالإيمان لنا تجعل في قلوبنا غير للذين أمنوا ربنا إنك غفور رحيم أيها محاضرتك معز هذه المحاضنة تريدها وقلت سأسميها شروط المجتهد محاضرة معز أبشر أبشر المغرب لهم منا علي يعني أيضا أصول السلف وأصول الخلف كان بسبب أخ مغربي قال يعيروننا أن السلف ليس لهم أصول فقلت له انتظر انتظر حتى نعلمهم الأدب فيتأدبوا أو يكون الأدب مع علم في أصول السلف وقال لنا الحمد لله إلى الآن أصول السلف مع أصول الخلف طبعا طبعا أنشأت لنا أعداء ما شاء الله رضي الله عن كتار هذا أفضل شيء نعم الصراحة ماذا بشافة هو أرقى المذاهب وأقرابها إلى السن عمتا وكلهم فيهم خير لذلك أنا انتهت وقلت سأقدم أصول الحنفية من أجل بيان فضل أبي حنيفة ومن أجل تهذيب وتأديب هؤلاء الذين الذين لا يعرفون أقدار العلماء والذين يقعون في أمثال أبي حنيفة والله أهل المغرب العربي كلهم تجان رأسي والله كم أحبهم في الله يعلم الله كم لهم في قلبي من المكان حفظكم ربي جميعا لكني أردت يعني أدبا أن أنوه عن فضيلة الأستاذ نادر وإن أخطأ شوف شوف عجب هذا الرجل يقدر ويوقر ويحفظ فضله وأيضا الأستاذ رشوان المهزب المؤدب المنصف والله دموعي كالتان قلت يا ربي هو الآن في منصفين كيف أنا أقول في الأمة ما فيش إلا إلا المتعصبين استغفر الله لا 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 هذا من جهلي أنا قلت ذلك فعلمني ربي أنه لك أفاضل أمثاله اللهم أكثر منهم في الأمة اللهم أكثر منهم في الأمة اللهم أكثر منهم في الأمة أربعا فنسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم ويعني تكون السنة هي القائد الأصيل لنا جميعا طيب كتاب الطلاق ما زلنا معه وهنا نريد بقى مارث يعني يريد الإخوة يعني يصبروا معي يعني وإن شاء الله يكون ليس الليلة غدا إن شاء الله ننهي كتاب الطلاق كليتا وفعت الخيل وبعد ذلك كتاب الوصايا والأمان والنظور بعده هذه الكتب الثلاثة إذا انتهت انتهى كل شيء بإذن الله تعالى يبقى لنا بس الحج وكما قلت أنا أرتبها على أساس بإذن الله عندما مع ختام رمضان يختم الكتاب وأنا تفرغ للبخاري طبعا دخل معنا مسند أحمد دخل معنا موطأ مالك ودخل معنا الدارمي الله أدخل علينا أنا ما كنت أعيش إلا لكتوب الستة ودعوت الله أننا موت فإن أبقاني ربي بإذن الكتب التسعة بإذن الله تعالى نحن تكلمنا على بريرة وأن فيها مسائل ثلاثة يعني كان فيها سنة ثلاثة ومنها سنة عظيمة جدا تكلمنا عنها ويها مسألة فقهية من أرقم تكون اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام قالت يا رسول الله ما هو إلا مال تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية والله جاءنا أصول مذنب الح commissioner لا بد منها لأنه ظهر سعليك وقد دعون أعوذ بالله أعوذ بالله والله سعليك دول مهاليك مهاليك والضغبيس سعليك يبادعون وكفرون الامام أبي حنيف أعوذ بالله أعوذ بالله تلعون وكفرون الامام أبا حنيف أعوذ بالله ودعون أنهم يتبعون سلف دول تلف 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 الأمة والله أصلهم في القطح في الإمام حنيفة وأولئك فتحوا ذريعة شرع الأمة ولهم أتبع كسر من حدث الأسنان طبعا الأغرار الأغمار لأنه جالس على المصطبة ويقول أبو حنيفة ضعيف أبو حنيفة مرجئ فخلقوا الناس بتسمع له فانتأل موضوع أولئك ضيعوا الأمة وأضعوها والله العظيم وسأسجلبون علينا السماء تنطي الحجارة وابن تميه يقول أبو حنيفة في الجنة قال إما الأربعة في الجنة شوية أغبية أغبية لا علم لهم لذلك بفضل الله أنا أثرت أن أقدم أصول المذهب الحنفي وأقدم مقدمة واسعة على ترجمة الإمام حنيفة هذا بعد رمضان إن شاء الله في يوم الخميس اللي هي أصول المذهب انتهينا فضلا من أصول المذهب المالكية يعني لشمال أفريقيا بأسل خدمة لهم وهم كلهم فوق رأس تيجان أعتز بهم وبعد ذلك لأهل فارس بها باكستان ودغستان تيكا وأتشا أن أحاول أعطيهم أيضا وفاء لهم وصول المذهب الحنفي بداية مبين فضل هذا الإمام العلم الإمام الذي كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها وما فعل الإسلام هؤلاء الدغبيس هؤلاء الرعاع الذين ينتقصون من أخدار العلماء هؤلاء لا يساوون شيئا ماذا فعلوا للدين ماذا فعلوا للدين لم يفعلوا شيئا لم يفعلوا شيئا للدين غير السب والشتم على أمثال هؤلاء العلماء النبلاء باب خيار الأمى تعتق وزوج واحور قال المصنن في رحمه الله تعالى أخبارنا قطيبة قطيبة بن سعيد البغلاني تعالوا أصحاب الكتب الستة ما في الكتب الستة قطيبة إلا قطيبة بن سعيد قال حدثني جريب عبد الحميد الضبي عن منصور من المعتمد عن أسود خاله هو خاله هو خاله عن عائشة رضي الله عن الرضاها قالت اشتريت بريرة فاشترت أهل ولائها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وهذا كان يعني قال اشترتي لهم الولاء في بعض الروايات تعنيفا وتغليظا وتأديبا لهم في هذا قال أعتقيها فإنما لمن أعتق لمن أعطى الورق يعني الفضة قالت فأعتقتها فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها قال وهنا الحديث مهم جدا على أساس أن فيه التخييص أنه وهذه تدل على أن زوجها ما كان حرا ورد في لفظ كان زوجها حرا هذه لفظة شاذة لم تكن في الصحيح وكان زوجها حرا هذه لفظة شاذة أما الحديث فقد أخرجه البخاري والترمذي وفي مستد أحمد أيضا لكن زيادة وكان زوجها حرا هذه يعني اختلف فيها ولا اختلف في ابن عباس قال أنه كان عبدا والصحيح أنها كما قلنا يعني أنها أنها لفظة شاذة لم تصح فأعتقها فخيرها أن يسلم من زوجها قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده فاخترت نفسها وكان زوجها حرا هذه لفظة شاذة فهي لفظة شاذة لا تصح وفي رواية عن عيشة رضي الله عن الرضا أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترت ولائها فقالت فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأوتي بلحم فقال إن هذا مما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية هو لها صدقة ولنا هدية وخيارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرا وخيارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها حرا نعم وكان زوجها حرا كما يقول لفظة شاذة لم تصح وصح أنه كان عبدا لذلك اخترت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد أن مغيث يمشي خلف بريرة على أن توقي عليه ويبكي ويبكي النبي تعجب وأشفق وقال للعباس يا عباس أما تعجب من حب مغيث لبريرة وعدم حب بريرة للمغيث لأنه لابد يكون فيه توافق قلوب يعني ما أحد يحب أحد إلا والطرفاني متفقاني يعني لابد يكون فيه سمات سمات مشتارة كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة بريرة هي لم تكره مغيثا لكنها تكره العبودية وقد تحررت فاختارت الحرية لذلك لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه قالت قالت يا رسول الله تأمرني لو تأمرني سمعت وأطعت ما في كلام تأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا لا حاجة لي فيه فاختارت حريتها اختارت حريتها ولم تختار مغيث وكان مغيثا عبدا كما قال نعباس ورجح ذلك في هذا الباب هم قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها في رواية قال اشترت لهم الولاء كان هذا تغليظا عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال ما بالو أقام يشترتون شروطا ليس في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان مئة شرط فهو باطل ولذلك قال إنما الولاء لمن أعتق وفي رواية قال باب الخير أما تعتق وزوجها مملوك هشوف ذي الباب النسائي يرجح أنه كان كان مملوكا ما كان حرا قال مصنف رحمه الله تعالى قبل أن إسحاق بن إبراهيم بن رهويه طبعا قال قال ابن جريب عن الحميد الضبي عن شاب نعروه عن أبيه عن عائشة ترد الله عن أرضها قالت كانت بريرة على نفسها بتسع أواق كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق في كل سنة بأقية فأتت عائشة تستعينها فقالت لها لا إلا أن يشاء ما أحد ويكون الولاء لي فذهبت بريرة فكلمت في ذلك ألاف أبوا عليها إلى أن يكون والاء لهم فجاء إلى عائشة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها فقالت لها الله إذن إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله ما هذا فقالت يا رسول الله إن بريرة أتتني تستعين به على كتابتي أفقرت لا إلا أن يشاء أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي فذكرت ذلك لآله فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعيها واشترتي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق شوفوا اشترتي لهم الولاء الشفعي أولها اشترتي عليهم كقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسهم وانسأتم فلها يعني فعليها فقال هنا اشترتي لهم يعني اشترتي عليهم والصحيح أنها على ظاهرة وأنها كانت تهديبا وكان من غضب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهديبا وتأديبا وتأديبا لهم لذلك قال فإن الولاء لمن أعتق ثم قال مبلق أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل يقولون أعتق فلانا والولاء لي كتاب الله عز وجل أحق وشرط الله أوثق كتاب الله حق وشرط الله أوثق وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا هذا التحقيق في هذا المباب وهذا الذي رجحه أيضا الإمام النسائي والحديث متفق عليه بين الوخاري ومسلم فخير رسول الله من زوجها وكان عبدا فاختارت نفسه قال علوة فلو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواة أخبارنا أسحاق بن أبراهيم قال عن بانا المغير قال حدثنا وهايب بن خالد عن عويدنا بن عمر عن يزيد مروان عن علوة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وهي أوثق في القصة وهي أعلم قالت كان زوج بريرة عبدا وفي رواة عن عائشة نشرت بريرة من الناس من الأنصار فاشترت الولاء فقال رسول الله الولاء لمن ولي النعمة وخيارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وهدت لعائشة لحما فقال رسول الله لو وضعتم لنا من هذا اللحم قالت تصدق بي على بريرة قال هو عليها صدقة ولنا هدي وهدي القاعدة الكبرى في مساء اختلاف الأيدي تؤدي الاختلاف الأحكام قال المصنف رحمه الله تعالى أخبارنا محمد بن اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن أبي وكير الكرماني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاس وعن أبيه عن عائشة قالت وكان وصي أبيه قال وفرقت 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 أن أقول سمعت من أبيك قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريرة أردت أن أشتريها وأشترت واشترت الولاء لأهلها فقال اشتريها فإن الولاء لمن أعطق قال وخيرت وكان زوجها عبدا وهذا التصريح بأنه كان عبدا وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما أدري وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقالوا ما هذا فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة وهو لها صدق ولنا هدية وهذه كما قلتم هو لها صدق ولنا هدية فيها دلالة وضحة جدا على ما قلنا أن اختلاف الأيدي أدت إلى اختلاف الأحكام اختلاف الأيدي أدت إلى اختلاف الأحكام لما كانت بيد بريرة كانت صدق عليها لما امتلكتها وأهدت للنبي كانت هدية والنبي يأكل من هدية لا يأكل من الصدق لذلك أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب قال باب الإلاء قال مصنف رحمه الله الإلاء هو القسم على العدم على العدم الجمع القسم يقسم الرجل على زوجتي أنه لا يجمع فإن تخطت المدة أربعة أشهر إذا تخطت المدة أخذه القاضي عند جمهور العلماء فأوقفه وقال إما أن تجامع وإما أن تطلق لا ضرر ولا ضرار الحنفية رؤون أنه إذا مضت المدة طلقت لرفع الضرار طلقت والصحيح ما قاله الجمهور يقف بين هذا القاضي والقاضي يقول له إما أن تجامع وإما أن تطلق قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد عبد الله بن الحاجة من بصري قال حدثنا مروان بن وعاوية قال حدثنا أبو يعفور عن أبي الضحى قال تذكرنا الشهر عنده فقال بعضنا ثلاثين وقال بعضنا تسعة وعشرين فقال أبو الضحى حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت المسجد فإذا هو ما الآن من الناس قال فجاء عمر رضي الله عنه فصاعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علية كان في مشروبه فسلم عليه فلم يجيبه أحد ثم سلم فلم يجيبه ثم سلم فلم يجيبه فرجع فنادى بلال فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك قال لا ولكني آلئت منهن شهرا فمكت تسعة وعشرين ثم أزل فدخل على نسائه وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال آل النبي صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا في مشربة له فمكت تسعة وعشرين ليلة ثم نزل فقيل له آلئت الشهر قال شهر تسع وعشرون وهذه فيها دلالة على الإلاء والإلاء كما قلنا هو الحلف الحلف على عدم على عدم الجماع ولكن هنا قصة النساء السلام أنه حلف على عدم الدخول عليهن سألناه أكثرنا في السؤال عن نفقة فأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا فنزل عند اليوم التاسع والعشرين فلما رجع قال الشهر هكذا هكذا ثلاثين الشهر هكذا هكذا ثم قال هكذا تسع وعشرين يعني الشهر تسع وعشرون والشهر أيضا ثلاثون وهنا الإلاء كما قلت المحرم هو الذي يربي إضرار المرأة أنه يقسم أن لا جميعها أربعة أشهر فإذا مضت المدة كما قلنا القاضي أوقفه قال إما أن تجامع وإما أن تجامع وإما أن تطلق والحلفية قالوا يطلق يطلق عليه بدون إرادة فهذا ضعيف الفاضي المستنبطة مراجعة المفضول الفاضل بأدب كما قال عمر طلقت نساءك يا رسول الله قال لا إنما أليت من هنا شهر وفيها مراجعة المفضول مع بيان الفاضل للدليل فالفائدة الثانية جواز مخالفة المفضول للفاضل وبيان الفاضل للمفضول بالعلم قال شهر 29 شهر اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني تشتاعت المرأة اللي يتزوج عليها زوجها هذا شرط باطل خلف الظهر يوضع قد قال الله تعالى فانكيحوا ما أطابع لكم من نساء مثل ثلاثة أرباع عند الاختلاف الرجوع إلى الأثبت إلى الأعلم لأن عيشة كان زوجها عبدا وابن عباس قال كان زوجها عبدا فارجوع إلى الراسخين الرجوع إلى إلى الراسخين ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين رية ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين رية فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي يتربي وبارك على شيخي النبي للخلق والضاحى المحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر